اشتركوا في القناة قبل مصارف اهلية عمرها 19 عاما بدءا من فضيحة تهريب 6 مليارات دولار وصولا الى تهريب عشرات المليارات خلال هذه الفترة ويؤكد متعاملون ان مشكلة الدولار لها ابعاد داخلية وخارجية بسبب اخطاء ارتكبتها مصارف يتمتع بعضها بغطاء سياسي قالت لجنة النقل والاتصالات النيابية ان وزارة النقل مستمرة باستنزاف الاموال عبر خسارتها دعاوى قضائية وذكرت اللجنة انه رغم التحذيرات المتكررة لوزارة النقل لشأن عدم اللجوء الى القضاء الا في الحالات المستعصية وبعد استنفاذ الطرق الودية لتسوية اي نزاع مع الاطراف الاخرى الا ان الوزارة خسرت دعاوى قضائية كلفت الدولة مليارات الدنانير واكدت ان نزيف الهدر المالي في هذا الملف ما يزال مستمرا دون معالجة واخرها خسارة الوزارة دعاوى قضائية جديدة سوف توزمها بدفع مستحقات كبيرة دون مردود يذكر بسبب الفساد وسوء الادارة اعلنت وزارة التخطيط ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمكن خلال العام الماضي من فحص 51% فقط من المنتجات المستوردة قالت الوزارة ان دوائر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى خلال عام 2022 الماضي فحصا بنسبة 72% من المنتجات المحلية و51% من المنتجات المستوردة وتؤكد لجان مختصة ان الكثير من السلع المستوردة تدخل العراق دون المواصفات الفنية اللازمة بسبب استشراء الفساد في دوائر الجمارك والمعابر الحدودية اكدت مصادر صحفية ان الليرة اللبنانية هوت الى ادنى مستوى لها منذ استقلال لبنان قبل حوالي 80 عاما في السوق الموازي وبينت المصادر نقلا عن التجار ان الدولار الامريكي وصل الى 50 الف ليرة للمرة الاولى لافتة الى وجود قلق كبير من ان العملة اللبنانية ستواصل الانهيار نتيجة الفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيس البلاد للمرة الحادية عشرة على التوالية قالت صحيفة الفاينانشال تايمز ان الكريملين الروسي قلق من تحديد سقف لأسعار النفط ومن انخفاض تكلفة الخامة وبحسب الصحيفة فان روسيا نجت العام الماضي من تأثير عقوبات الطاقة وخفض صدرات الغاز الى اوروبا لكن العام الحالي سيكون اكثر صرامة مع انخفاض اسعار الطاقة وتحديد سعر الخام الروسي الذي بدأ يثير قلق الاقتصاديين في الكريملين وهذه انتقال سريع مشاهدين الكرام الى اسعار صرف العمولات الاجنبية واسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجز الاقتصادي بامان الله